إذ شاركت الطالبة غزل فادي أبو راس من مدينة الطيبة في الأيام الأخيرة بالنشاط الرياضي التقليدي المتمثل بقطع بحيرة طبرية سباحة يذكر أن نحو 10 ألاف سباح من مختلف الأجيال شاركوا بهذا الحدث الرياضي السنوي وقد قدموا من مختلف أنحاء البلاد للحديث عن هذه التجربة الرياضية وعن الأسباب والدوافع للمشاركة بها تنضم إلينا في الستوديو السباحة غزل أبو راس أهلا ومرحبا بك يا غزل ومسال خير أهلا ومسال خير سعد نساءك وسعد نساء المشاهدين ومستمعين أهلا فيك يا غزل أول شيء هذا إنجاز مش سهل مبروك مباك فيك شكرا بدي تحكي لنا في البداية من أنت مين هي غزل فادي أبو راس بأي صف بأي مدرسة بتتعلمه أنا غزل فادي أبو راس بتعلم مدرسة المجد الإعدادية الطيبة بالصف الثامن كدش عمرك؟ 13 سنة من هوايات طبعا السباحة وركوب خال وبعز فعود كل هذه الهوايات يعني مش بس سباحة أي آه أنه أكثر بتحب السباحة ولا ركوب الخال ولا العزف كلهن كلهن اللي حاوتهن وكلهن اللي بتعطيهن وقتها أي آه أنه أكثر بده تدريب ومجهود أكثر بده ندوم عليه السباحة ولا ركوب الخال ولا السباحة ركوب الخال يعني بزيادة إنه بحبها بهواها طيب تعالي إحنا شاهدنا على الشاشة قبل قليل وأنا أكرف المقدمة واسما نشاهد بعد قليل صور لك وأنت تقطعي بحيرة التبريه هذه الصور هذه الصور بعيد ولا كبل هاي شكلها كبل هاي بالمرأة الثانية هاي بالمرأة الثانية طيب من وين أجت أول شي كيف كانت التجربة وصفينا كيف يعني أنك تقطع البحيرة من اتجاه الشرق للغرب أو بالعكس كيف كانت التجربة هذه حلوة بنفس الوقت متعبة متعبة كمي وقت أخذ لكم أنت تقطعها ما بين ثلاث ساعات لثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات لثلاث ساعات هاي المساري الطويل المساري الطويل كدهش طوله أربعة كيلو متر انتي هاي مش أول مرة بتجربة هذه التجربة صح المرة الأولى والثانية صباحة المساري الكصير كيلو متر ونص كيلو متر ونص وكدهش وقت هناك بوخات تكريبا تتذكري ما بين ساعتين أو ساعة ونص بتفرك بين ساعتين لثلاث ساعات ونص أسباحا متعب طيب السؤال اللي أنا نعم لما قرأت الخبر عنك في بنت مع السور وهذا تقطع كل البحيرة على نفاس؟ لا كان استراحات بنص البحيرة كل تقريباً 500 متر مشان تكون واضح للمشاهدين الاستراحات هي في البحيرة على طوشات كبيرة نطلق عليها مسمح لكم تشربوا مية كذا خلال السباك؟ ولا مش مفضل لكم؟ ولا عادي يعني؟ السنة كان مجبر على كل سباح بسبح البحيرة يكون معاها متصوف هوشات؟ اه بمتصوف يكون زي جيبة صغيرة يقدر واحد يحط فيها ماء وفضلاً واحد ما يشربش كثير يعني يشرب شوية عشان ما يتعبش اهه بدأ بأثرش عليه احكينا انه هاي القطعان البحيرة ثلاث ساعة ثلاث ساعة ونوص في مرحلة معينة وانت تسبح يكلتي مال ومال وجع حراس شو جابني؟ تعبت لو ما فدخلتش احسن؟ ولا لا كنت مصمم انك تخلص كل المسار؟ اه او روادنا هالشعور بس نفس الوقت كنت انه انا فيه هدف وطموح بدأ وصله وهذا اللي بيخليني اسألك انه مش كل واحد بقدر يعمل هذا الانجاز حتى لو كان بيحب السباحة حتى لو كان بتدرب على السباحة او بعرف يسباح مش كل انسان بقدر يقطع بحيرة طبرية بمصار اربعة كيلو متر شو بيخليك هذا تشعري لما تحكك مثل هذا الانجاز؟ اه بيخليني اشعر بالفخر والطموح ان اوصل الاشياء اعلى اهلك والعيلة كيف ردود فعلهم على تجربتك هذا؟ كانت حلوة وكانوا يبركولة جميعا وصدقاتها بدي اسألك انه احنا شوفنا بالسوار انه كان فيه كثير ناس صح؟ ايه واعا من وين اجوا من مين هم بتعرفي حدا مين هم؟ اه اه كان فيه كمان سباحين من فركته بيكون فيه سنويا حوالي عشرة الاف سبيح من جميع الفئات العمرية عرب ويهود عرب ويهود بيجوا من كل انحاء البلاد خصوصي لهذا الحدث صحيح طيب احكينا من وين تبلشت تتدرب اسباحة وتتعلم اسباحة مين اللي بيدربك؟ مين اللي برجدك؟ مين اللي برافقك لمثل هاي المصابقة؟ لانها بدها مرافقة اه انا بلشت من وين بالصف الاول عمر ست سنين بدربني الاستاذ عائد نصار وهي المناسب واللقاء بودة اشكره كثير لإله شو اسمه؟ عائد نصار عائد نصار اه هو برافقك هو بدربك؟ اه اه برافقني على الدروس والتدريبات بابا كل الشكر لإله دايما نفضي حاله لمشاور السباحة صحيح وماما؟ اه احيانا بس بتشجع احيانا اه بتشجع اه لانه هي برضو بترافقك هنا في المقابلة في الخارج في انتظارك احنا حكينا بسألتك كيف العائل الردود الأفعال جدك جدتك الأعمام الأخوال كلهم مبسوطين للإنجاز اللي بتحققين؟ اه بفركلة وكل شيء لوين حابي غزل توصل في عالم السباحة؟ لوين يعني شايفي حالك؟ اه حابي اوصل لمسابقات دولية وأشترك بالأولومبيادة لحد الأولومبيادة عندك حلم توصلي لو استعرف ان الأولومبيادة بدها تعاب وبدها انك مثابرة بس انا كيف شايفك انت بنت عندك روح التحدث اه؟ حكرا اه ها طيب تعرفي محير الطبرية هو محل حلو وبنروح منستجم فيه منقض فيه اوقات حلوة في الصيف بنسباحة بنتناول النشوة كذا بس هي برضه مكان للسباحة احيانا بيكون خطير وللأسف فيه ناس بتفقد حياته هناك شو اهم اشي انت كسباحة اللي مش من اول مرة بتخوضي هاي التجربة شو اهم اشي ننتبه له لما نسبح تحديدا في بحير الطبرية؟ بحير الطبرية بشكل عام تتميز انه فيها اشجار واعشاب داخل المية بكثافة وانه بتكون ميتها عاكرة بيقدرش الشخص يشوف اش جواها لانه رملها لون واسود فمفضل انه الشخص يسبح سبحة الصدر حزاه عشان يقدر يرفع رأسه فوق سطح المي ويشوف انه بسبح يشوف وين اتجاهه ويسبح صحيح قلتلي قبل في الاعداد انه انا قلتلك انها رياضة انه سباحة من اجمل للرياضات اللي ممكن يمارسها الانسان ذكرتلي انه سباحة الصدر شو مالها شو بتحرك كداش قلتلي بسباحة الصدر الشخص بحرك مية وعشرين عضلة مية وعشرين عضلة صحيح يعني ممكن انها انا مش خبير رياضة بس يمكن انها افضل رياضة ممكن يمارسها الانسان اللي شايفك الان غزل وأكيد في كثير بنات في جيلك وحتى اولاد مدارس في مرحلة عددية شايفينك وحابين يخودوا هذه التجربة او هذه المغامرة لانها مغامرة مش عادية شو بتحب تكليلهم منصحهم انه اذا عن جد هم يحبين يوصل لهيك مراحل ومراحل اعلى يضنهم ورا طموحهم يجتهدوا ويتعبوا لها لانه معروف كل حلم صغير يبلش بفكرة بريئة ومشوار الميل يبدأ بخطوة حلو كل حلم بريئ كل حلم كبير يبلش بفكرة بريئة حلو تعبير حلو انت مش بس سباحة شاطرة مش بنت اللي حققت انجاز انت برضو متحدثة لابيكا شكرا بدي اسألك اخر شيء شو بتحب تقولي للناس اللي شايفينك كيف تحب ننهي هذه المقابلة كابل من نخلص هذه المقابلة بدي انهيها بجمولتين تفضلي في احد الاسات مرة حكالي خليك دايما طموحة ومجتهدة ما ترديش على الناس اللي بحاولوا يحبطوك والجملة الثانية على قدر اهل العزم تأتي العزائم شكرا للكم وانتي من اهل العزائم على ما يبدو يا غزال وانا بتوقع انه راح نلتك فيك في مقابلات بعد ما تحقق ان شاء الله مصابقات على مستوى العالم info شكرا لكم اشتركوا في القناة المترجم للقناة